اغلاق عام جديد يلوح في الافق ببريطانيا رئيس الوزراء بورس جونسن الذي قال سابقا ان اي اغلاق جديد سيكون كارثيا على الاقتصاد بين ايديه الان وثائق تشير الى ان خطر الاصابة بالفيروس قد يكون مضاعفا على الموجة الاولى وان الوفيات قد تصل لاربعة الاف يوميا في حال عدم وجود تدخل لخفض الاصابات وحتى الاسبوع الماضي الحكومة اصرت على ان سياستها الحالية بفرض اغلاقات محلية ومناطقية هي الخيار الانسب لكن تزايد الاصابات بشكل سريع في الاوينة الاخيرة دفع المستشارين العلميين للحكومة للمطالبة بفرض ما يسمى بقطع الدائرة وهو نموذج سريع من الاغلاق للحد من انتشار الفيروس دعوات العلماء تأتي بالتزامن مع بدء دول اوروبية اخرى اغلاقا شاملا مثل فرنسا والمانيا وبلجيكا وهو ما يشكل طغوطا على الحكومة البريطانية للتصرف من اجل الحد من تفشي الفيروس الاغلاق الجديد الذي تفكر به الحكومة البريطانية كما سرب من الوثائق المنشورة في الصحافة المحلية هنا في بريطانيا سيشمل جميع المحال غير الضرورية ولكن سيستثني المدارس والجامعات وتشير الوثائق كذلك الى انه قد يبدأ من الاربعاء المقبل ومن الممكن ان يستمر حتى الاول من ديسمبر على امل ان يساعد بعد اذن في تخفيف الاجراءات قبيل اعياد الميلاد نهاية ديسمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر